السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشاهدين وحيكم من قناة اليمن في اليمن وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار الرئيسية أبداؤها بسم الله الرحمن الرحيم أدى اليمين القانونية أمام الأخ محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية العليا اليوم النائب العام عبد العزيز البغدادي ووجه رئيس اللجنة الثورية العليا النائب العام بالعمل على تحقيق على درجات الانطباط في النيابات العامة وإنجاز القضايا المتراكمة وصرعة حل مشاكل نزلاء السجون وتطوير وتأهيل السجون وأكد رئيس اللجنة الثورية العليا على أهمية تعزيز دور النيابة العامة وتجاوز أثر العدوان والمؤامرة على مؤسسات الدولة والعمل باستقلالية ومهنية في إطار العمل المتكامل من أجل تحقيق الاستقلال التام للمؤسسة القضائية